اشتركوا في القناة ناس كتيرة جدا بتعاني منه وماعتقدش ان فيه حد ما عندوش ولو نوع بسيط من انواعها في فقرتنا الاولى هنتكلم عن الفوبيا الفوبيا من حاجات كتير زي الفوبيا من الحيوانات والفوبيا من الادوية الفوبيا خصوصا كمان اللي هنتكلم عليها النهاردة بالاخص فوبيا الموت يمكن في فقرتنا التانية هنتكلم على موضوع مختلف شوية ناس كتيرة جدا بتبقى عندها عادات غذائية خاطئة وناس كتيرة تانية بتقول انا عايزة اعيش حياة صحية سليمة هنتكلم النهاردة عن العادات الغذائية الخاطئة وازاي نصلحها وازاي نقدر ان احنا نعيش حياة صحية واكل صحي وده هيبقى فقرتنا التانية ان شاء الله باذن الله تعالوا بينا نطلع الفاصل صغير ونرجع مرة تانية نستقبل ضيوفنا وارجع نانكو بعد الفاصل ومكملين كلامنا وفقرتنا الاولى اللي هتبقى عن انواع الخوف او انواع الفوبيا ايه هي الفوبيا وايه هي انواعها وازاي نقدر نتعامل معاها كل ده هيكلمنا عنه باستفادة دكتور محمد المريجي استشاري الطب النفسي اهلا بحادثك يا دكتور اهلا بك يا دكتور محمد صباح النور حضرك زي ما سمعت في المقدمة ان في حاجة اسمها الفوبيا الفوبيا طبعا لها انواع كتير ولها تعريفات كتير ولها حاجات كتيرة جدا مقدر ممكن نقدر نكلم فيها عايزة من حضرك الاول تعرف السادة المشاهدين يعني ايه فوبيا علشان الناس تستفيدوا ما يتوهوش مننا عايز الاول اقولك ان الامراض النفسية والاضطرابات النفسية هي عائلات في عيلة اسمها عيلة القلق في عيلة اسمها عيلة اضطرابات الوجدان في عيلة اسمها عيلة الاضطرابات الزهنية وها كذا الفوبيا دي من عيلة القلق اه القلق فاول حاجة نعرفها عن الفوبيا ان هي من عيلة كبيرة كده في الامراض النفسية اسمها عيلة القلق الفوبيا زي ما حضرتك قلت في المقدمة هي خوف لكن خوف غير مبرر ومبالغ فيه وغير منطقي الخوف ده بينتج عنه تجنب للموقف اللي بيصير الخوف وبينتج في النهاية عن كل ده إعاقة مش إعاقة يعني بالمفهوم الداريج بتاعي إنه لا سبي آه لا خالص إعاقة عن أداء وظيفتي فعلى سبيل المثال التقريبي أنا بخاف من الكلاب الناس كلها ممكن تكون بتخاف من الكلاب أنا شخصيا بخاف من الكلاب وحضرتك بخاف من الكلاب وانا نزل من البيت لقيت كلب فباخد جنب كده ومشي دي ما فيش فيها مشكلة مقدرش أقول إن دي فوبي لكن أنا شفت الكلب فتخضيت جدا فروح تراجع قفل بابا العمر علي ومستنى لحد ما جار ينزل علشان أخرج معه من عدين آه هنا بقى بقت فوبي فهنا إيه اللي حصل أنا خفت من الكلب فتجنبت الخروج من البيت وحصل إعاقة لإني ما روحتش الشغل أو بشي في شارع تاني خالص لفيت مثلا المساة طويلة أو لفيت مظبوط أنا رايح الموقف والموقف مثلا خطوتين فأنا عارف مثلا في الحتة دي في كلب فروح تلافف من الشارع التاني ودي بقت بالنسبة لي إعاقة إن أنا حتى عطرتني وقت طبع يعني خلتني أخدت وقت قطع من المفترض مثلا اللي لازم لنا نعمل فهي في النهاية خوف مبالغ فيه أو غير مبرر نتج عنه تجنب للموقف ده وسبب لي إعاقة تمام يعني كده في المجمل الفوبيا تعريف للخوف أو الألقة الغير مبرر الغير مبرر علشان إحنا أحيان بنسيء استخدامها بيبقى خايف من أي حاجة اللي هستوى عنده فوبيا لا ما عندهش فوبيا ما عندهش إعاقة منه ما نقوله حضرتك أهو يعني مثلا أنت ماشي في الشارع وشوفتي كلبي بيجري نحييتك مش هتخافي ده شعور إنساني أكيد طبيعي لكن أنا الفوبيا بتاعتي إمتى بقى غير مبرر فخلل روح تلافف قف الباب عليها ومش خارج من البيت النهاردة خلاص وما قدتش بخرج بقى بسهب أني فيه كلبي في المكان خلاص عقني عن النصود عن المهام اليومية ده بقى اسمه فوبيا طيب أكيد لها أنواع طبع أنواع الفوبيا دي إيه وعايزين ده بساطة كده للسادة المشاهدين ونعرف أنواعها إيه ببساطة تمام علشان بردو نبساطها للسادة المشاهدين الناس عمالة تقول فوبيا الدم فوبيا الأماكن المزدحمة فوجيا فوبيا إحنا ممكن نجمعهم في ثلاث لأنهم تقبلنا كأسماء مرسلة كده نحطهم في ثلاث أنواع بساطة كده علشان بردو المشاهد يفهم معنا وما يتوهش تمام أول نوع ده الفوبيا المحددة يعني إيه فوبيا محددة يعني أنا عندي موقف بخاف منه الموقف ده بتجنبه وما بحاولش أتعرضه زي إيه أبساطها اللي بتظهر من أول الأطفال فوبيا الحيوانات الطفل السبال بيشوف الحيوانات بيشوف الحشرة بيتخضي منها ويبقى مخدود وخايف وبيعيت وبيسرخ وانت بتبع دي وخلصنا عن كده المرحلة اللي بعد شوية الفوبيا بتاعت الدم والجروح تبدأ دي من سن المراقين كده تبدأ تشوف إيه خايف من الدم بيدخل وشاف دم بيشوف جرح يتخض منه تبدأ الفوبيات على الحد مثلا منوصل للفوبيات زي فوبيات الأماكن المغلقة فوبيا الأماكن المزدحمة الفوبيا من ركوب الطائرات كل دي أنواع من الفوبيا بس اسمها فوبيا محددة ليه هو موقف بخاف منه فبتجنب أو حاجة بخاف منها محددة محددة زي مثلا في ناس بتخاف من الأدوية عموة مثلا أنا بخاف من الأدوية فأنا بقعد خلص لأ أنا مش أخد أدوية أموت مقودش دو يعني بتكون أول نوع عبارة عن حاجة محددة أنا بخاف منها طمع فأنا قادر أعرف وليه بقى خطي تحتها اللي أنت عايز خطي الحاجة المحددة اللي نفسك فيه علشان ما نعودش انتوه نقول عن كل واحد أنها نوع هي كل اسمها الفوبيا المحددة خطي بقى التحديد دوء زي ما أنت عايز طب الإعاقة منها شكلها إيه هل الإعاقة بتاعتها قوية لا مش قوي ليه بقى لأنني بساطة وببساطة ممكن أتجنب يعني أنا بخاف أركب الأسانسير أسانسير مركبوش هطلع السل موضوع بسيط لا الإعاقة بتاعته موجودة برضه هو إعاق بس إعاقة إيه محددة يعني حضرت بقى في الآخر بقى عايزين نحن في العلاجات لازم نقول هنتعمل إزاي هقول لك نتعمل إزاي نحن في البداية هو ده الأول نوع ده عاقته إيه محددة هو موقف بخاف منه خلاص أنا مش هتجنب الموقف ده خش على النوع الآخر اللي بيسبب أزمة بقى الرهاب الاجتماعي السوشيالفوبي الرهاب الاجتماعي أه طبعا ده بيسبب لك أزمة إزاي بقى يا دكتور يعني بي إزاي بقى ويعني إيه رهاب اجتماعي أصلا الشخص هنا الخوف بتاعه بيبقى شكله إيه خوف من مواجهة الآخرين لأسباب ده أنا خايف الناس تنتقدني ده الناس هتبتريق علي ده أنا الناس ما بيعجبهاش كلامي فيبدأ يظهر الخوف ده على هيئة أنه هو بيرتبك وهو بيتكلم مع حد زي مثلا محاضر هيدي محاضرة مظبوط أو حد مثلا هيتل على مصرح وهيلقي كلمة مثلا مظبوط أخاف من مواجهة الجمهور وديتشو فيها قوي لو حد خصه سيء بقى وبقى مدير في مكان والمفروض بسا أنه هيقف وقول كلمة بسا ودي بنشوفها على فكرة يعني ممكن نشوفها في التلفزيون حد هو أين بيقول كلمة ويتلعسم ويرتبك ويرتبك مع أنه هو راجل مدير متميز بس هو في حتة بواجهة العامة دي فيها مشكلة ما عندهش حتة السوشيالزم أو أن أنا اجتماعيا مش عارف أتواجه معني خالص يخاف كمان يأكل قدام الناس يخاف ساعة الأكل ما أكلش قدام حال طبعا ما أحسس من جوا أن الناس هتتري علي أو الناس هتبعينها علي طيب إيه الإعاقة بتاعتها أو إيه المشكلة دي لا دي بتسبب إعاقة إزاي بقى رقم واحد ودي مهمة جدا هو شخص ممكن يفقد دراسته وعمله أيها لأنه لو محاضر مثلا دكتور في دمعة مش قادر يوصل لمعلومة للطلبة فبقى كده خلاص لو حد بيشتغل في التسويق حد بيشتغل في البعاية حد بيشتغل في الماركتنج مفيش هواجه الناس إزاي بالضبط ومحتاج كلامي طالب وخايف يروح مدرسته وناس فقدت تعليمها وفقدت استمرارها في التعليم بسبب أنه هو خايف من مواجهة الجماعة أو أنه هو يتكلم أو أنه مدرس يوقفني ويسألني سؤال لا ده أنا مش هعرق في ناس بتعرق طبعا تحسن أنه هي ضربات قلبها سريعة إيه كمان يعمل له أعاقة حتة الجواز يجي يروح يتقدم لوحدة تقولك ده ما بيتكلمش خايف يترفض ده ما بيتكلم ده ما بيقعد كده ما بيقولش معايا كلمة طب حتة برضه إنه بيخافي كل برد بصة تلاقي زوج وما يخرجش الولاد لا لا إحنا مش هنخرج طب ده إحنا نفسنا كل لا بابا طب روحوا أنتوا مع أمو أنا مش جاي معاكم بدأت تبقى مشكلة مش عارف يتواصل مع الزوج أو يعبر عن نفسه أو بيتعوقه عن مهامه يبدأ يقولك طب أنا مش هتجوز خالص لما يجي تبحث عن شوية من المتجوزين تبقى تلاقي عنده وحطة الرهاب دي إنه أنا بخافة تعامل مع الآخرين وكف سنة كمان من نوع نشيل مسئولية حاجة هو مضطر يعملها وأخيرا بقى الشكل اللي بيبقى الأسوأ جدا في الرهاب الاجتماعي إن أحيانا المراهق ما يقدرش يعبر عن نفسه فده بيبقى مدخل خلفي لإنه يتجه نحو التعاطي ولما تقعد تكلمي مع حد تني يحس بنفسه طبعا لما تكلمي مع حد من المتعاطين يقولك أنا لما بتعاطي المادة بقول كلام ما أقدرش أقوله من غير التعاطي ليه بتدينه نعمل جرأة إنه يعبر عن نفسه أنا هتكلم وهقول لنفسي فيه عارف بيقداله الدواء في صورة حاجة ضر النوع الثالث اللي برضو أنا شايف إن احنا ممكن نعمله نوع نمرة ثلاثة من أنواع الفوبيا الفوبيا بتاعت الأماكن المتسعة ودي بتسبب عاقة برضو جديدة ليه بقى الفوبيا دي بيبقى معها بعض الأعراض شبه كده أعراض الهلع بس أقل شوي أشهرهم الدوخ يقول لك ده أنا لو خرقت من البيت بدوخ حاسس أنه مكان في شارع واسع في الدنيا هو متخيل إن المكان الواسع ما فيش حد هيساعده ما فيش حد هيلحقه فلا أنا مش هخرج أنا حوق في البيت مش مدعم بحيطان قريبة منه طبعا تيجي تقول له طيب أنا هخرج معاك يقول لك ماشي طب ما احنا خرجنا هو أنا كويس ما انت عشان معايا طالما معا حد فهو كويس طب دي أعاقتها إيه لا دي أعاقتها جديدة دي أحيانا ممكن يفقد عمله ويفضل قاعد في البيت عشان مش عارف ينزل ما هو خايف ساعة ما بيخرج من باب البيت تيقول له دو خلحقوني نهاء تمام فبتبقى أزمة دي أسماء دول تلات أنواع دول تلات أنواع اللي يلموا للمشاهد الفوبيا وهيعرف يحدد هو فين بالضبط على الخريطة بتاعة الفوبيا تمام طيب بالنسبة بقى الأنواع الفوبيا أنا يعني يمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة فوبيا أو معنا أصحي كلنا بنخاف من الموت فأنا يعني أكيد مفيش حد ما بيخافش من الموت هل ده بيندلك تحت أني نوع من أنواع الفوبيا وإزاي بتبقى أعراضه عامل إزاي وبنتعامل مع إزاي خليني أخد من سؤال حضرتك اللي هو الخوف من الموت وزي ما حضرتك تفضلت وقلت كلنا بنخاف من الموت اللي ما يخافش من الموت ده حاجة غير طبعية بالضبط لكن الخوف ده احنا بنشوفه بقى في الاضطرابات النفسية على هيئة ثلاث أشكال مشهورين أوي بيمروا علينا في العياد الشكل الأولاني عبارة عن أفكار تشاؤمية يعني أشكلها الأفكار التشاؤمية أنا هموت أنا حاسس أنا حاسس أن أنا هموت أو حد من المقربين أنا ابني صغير أنا حاسس أنه هيموت تلاقيه محدد الحد اللي هو بيعزه قوي ولكن أنا حاسس أنه هيموت وخايف عليه دايما وحاسس أنه موت قريب منه بالضبط كده دي الأفكار التشاؤمية اللي احنا بنقول إنها جزء من مرض الاكتئاب ممكن الشخص يبقى متعايش بيها وممكن تسبب له إعاقة الإعاقة ممكن تبقى في شكل إيه ده خلاص بقى ما بيخرجش الولد من البيت ده ما بيخرجش من البيت عشان أقاعد ده ممكن ما يوديوش مدرسة ده لو خرجت عربية هتغبطني فأنا كلمان عن نفس ده أنا خلاص مش هوادي الإبن اللي أنا خايف عليه لكن لو أنا بفكر إن أنا حاسس أنه أموت طيب أنا مش هخرج من البيت دي أفكار تشاؤمية خاصة بالطراب أو جزء من الطراب الاكتئاب اللي احنا بنشوفه تمام يرتفع شوية ونشوفها في الأفكار الوساوس الخاصة بالموت بمعنى؟ ده تلاقيه شخص جات في دماغه فكرة إن أنا هموت هو عارف إن الفكرة خطئة وعارف إن أنا مش طح آه لكن هو أنا مش قادر أوقفها فبدأت أعمل إيه؟ بدأت أجمع وأسأل بشكل ملح عن الموت فقابل الدكتورة إيمان أفضل أسألها هو أنا لو جالي برد ومع سخنية ممكن أموت؟ ده بيموت طب بص يا دكتورة ده أنا برح جالي مغس هو المغس ده ممكن يكون إن أنا جالي انسداد في الأمعاء يحاول ياخد من كل حاجة مساوئها الكبرى طيب ما قابلشه دكتور لكن قابل شيخ حد من رجال الدين شيخ الجامع اللي هو في المنطقة اللي هو في أي فضل يسأله هو عذاب القبر هيبقى شكله عامل إزاي هو أنا يا مولانا لما هموت أعمل جنزة ولا ما عاملش هو أنا هفضل قاعد في القبر ولا الروح هتروح فينه والجسد هيرفع عمالي أفكار وسوسية تقولي طب إيه المشكلة يعني يا دكتور محمد يعني ما يسأل أقولك لا موهنة بقى فيه جزء منه إعاقة جزء من تفكيره موجه في حتة سلبية مش بس كده بيستنزف وقت قد إيه بيسأل على الحاجات دي ده الكلام ده واخد جزء أو جزء كبير من تفكيره معظم اليوم عمالي أسأل حياتي كلها متوقفة مضايا طايم فضيع طول اليوم عائلت شوية دخلت في فوبيا الموت النكروفوبيا إيه بقى حكاية النكروفوبيا نكروفوبيا فوبيا الموت فوبيا الموت إيه بقى قصة النكروفوبيا أنا كل ما يتعلق بالموت أنا بعمله حسابه بخاف منه فتبص تلاقي الراجل ده ما يروحش عزم ما يمشيش في جنازة ما يخشش المقابر ما يقفش على غسل يخاف يعدي عند المستشفيات ده يعني كده وصل بيه بقى الموضوع للهوس أو الخوف العاقة بقى بتجي تظهر إمتى لو مات له حد عزيز مش هيروح ورا المقابر مش هيروح ما هيروح في إيه ده بيترعب من حاجة اسمها دخول المقابر مش هدخل المقابر يبدأ نظرة الناس لي تبقى سيئة انت داي مش رايح مثلا معقولة يا راجل عدا أبوك وما روحتش تدفنه جزختك ولا أبوك ولا عمك وما تروحش تدفنه هو طبعا خاف يقول لهم إيه أو مش قادر يقول لهم إيه أنا خايف أو أنا مش قادر أروح المكان ده طيق ولكناس بتبصونه نظرة اتهام وانت راجل يعني انت مخطئ وبيخش كمان أكيد في ضايلة مدانية انه هو يعني ملام على انه هو بقى شخص غير وفي العديد العليا ده يدخله بعد شوية بقى بعد ما بقت فوبيا وبس واللي احنا قلنا انها من عائلة ايه القلق في البداية من عائلة القلق في البداية هروح واخده في ايدي ودخل بيه على الاكتئاب ما أنا خلاص بقى من كتر الضغوط اللي علاية وانه أنا حاس انه أنا أقل من الآخرين تمام بالضبط والنهاردة أنا عندي فوبيا وخلاص مش نازل الشغل حضرتك هتنظري لي ان انا ايه مهمل راجل يعني ملكش لازمة ده في حد ذاته خلينا ادخل منك في ايه في دايرة ان انا يعني ما هبوصلك انا مكتائب اكتئابت طبعا من حاس ان انا عديم القيم الناس كلها بتنزل تروح شغلها وانا الوحيد اللي قاعد في البيت ما بروحش اشتغل فانا من راجل عديم القيم بالضبط طيب انا دلوقتي كده عرفت من حضرتك انواع الفوبيات او فوبيا الموت اتكلمنا عنها عايزة اعرف بقى انا عندي دلوقتي جخص في البيت عنده الفوبيا تمام ازاي العلاج النفسي او تعديل السلوكي بالنسباله ازاي اقدر اقومه سلوكيا وطبيا تمام جميل اول حاجة لازم نتفق ان احنا طالما قلنا ده اضطراب ما هوش خوف عادي اذا هو محتاجه عليك تمام يعني مش كل من هو بيخاف هنقول ده محتاج يروح للدكتور يعني احنا اه هو الخوف العادي اه يعني انا دايما ضد المفهوم الخاطئ اللي هو بتاع احنا كلنا مرضى نفسين وعايزين نتعال لا اكنا انت مش مزبوط تمام احنا كلنا مكتئبين لا احنا مش كلنا مكتئبين ولا حاجة الكتئاب ده مرض له مواصفات فبمجرد ما اتفقنا ان الشخص ده بقى مش بيخاف خوف عادي لا ده بيخاف خوف مبلغ فيه وقلنا ده اتراف فوبيا بقى وبتالي دلوقتي الناس هتقدر تفرق ما بين الخوف العادي ما بين الخوف العادي اه بعد ما عدنا وتكلمنا في الجزئية دي ده محتاج علاج العلاج عنده مختص والعلاج نعين مختص اللي هو الدكتور لا طبعا فيش كلام ده مرض أو التراب اكيد له له صفحة في كتاب الطب فبيعالجه دكتور الدرس فيعني شيء طبيعي الدكتور هو لا يعالج خلاص يعني انا دايما برضو ضد فكرة ان المرض النفس ده محتاج حد طب طب عليه لا لا خالص الموضوع مش كده بالزبط وإلا ما كانوش الناس عاملوا فرع اسمه فرع الطب النفس وما كانوش اختروا أدوية بالزبط ولا كانو تعبوا نفسهم ما عاملوا على الدرسات ولا وجود مجوم ولا الكلام دا بالزبط ففي النهاية احنا قلنا ده اضطراب اضطراب له علاج ولا علاج عنده طبيب بالزبط حلو الكلام انا بعالج بأنهي شكل شكل ايه؟ شكل دوائي وشكل التأهيل او السلوكي الشكل الدوائي بدي دو الدواء عبارة عن ايه؟ مضادة مضادات اكتئاب للناس اللي الأمور زادت معاها زي ما قلنا ان الفوبيا ممكن ندخله في اكتئاب وأكيد كل حالة بتتفصل لها الدواء على حسب حالتها طبعا مش كله زي بعضه يعني كبر السن مش زي الصغيرين الطفل في التعامل معا مش زي في الأفريج وفي العمر المتوسط زي غير المراهق اللي عنده مشاكل صحية مريض سكر ده مريض ضغط يعني عارفة احنا بمدي ايدي على الرف بجيب نوع الدواء اللي هيناسب حضرتها اللي هيناسب الحاجة برضو ما ببصش عليها من منظور بس لده اضطراب نفسي لأ ماهو ده طب كامل معنا برضو مش هاخد حاجة اديها المريض عنده قزمة تعمل له مشكلة نخش على الجزء الاخر الجزء المهم بتاع العلاج النفسي او العلاج التأهيل بالجلسات عندي منه انواع اشهرهم واهمهم في الجزئية بتاع التلفوبيا هو العلاج السلوكي تمام العلاج السلوكي انا ببقى عايز منه ايه اغير السلوك اللي فيه مشكلة بزبط اشهرهم دي على فكرة دي كذا تقنية احنا بنستخدم اشهر التقنيات دي تمارين الاسترخاء تمارين الاسترخاء اه ايه فكرة تمارين الاسترخاء بقى دكتور ايه انا عايز الشخص ده اللي عنده الازمة والخوف ظاهر على ايه على جسده احنا متفقين عايزك تسيطر على الجسد ده فلما تسيطر على الجسد هتبتأ تبقى الاشارات اللي راحة للمخ ان الجسد ايه ان هو يريلاكس ويهدأ انا كمان هريلاكس معك ده طبيعي طب ممكن حاجة تقولينا ولو تمرين واحد كده عمليا اه 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 يعني ممكن ازاي نعمل تمرين اه في مجموعة تمرين بس ابسطهم اللي ممكن اي حد يستخدمه من غير محد يعني يلحظه ممكن تحطي ايد تمام على بطني تمام ويد مثلا على سدري تمام وببدأ اخذ نفس عميق تمام بملى البطن الاول ولا بملى سدري تمام وببدأ اريليز او افك اه الهدوء شديد يعني اللي هو الشهيق اه والزفير بطلعه بالرحة بالزبط تمام طبعا الموضوع اكبر من كده حبتين لكن احنا بنبسطه قدام الناس وشكله ايه وزي ما قلت انا الفكرة منها اني بسيطر على الاضطراب اللي في الجسد علشان يبدأ الاضطراب اللي في المخ ايه يقل ويهدى شوية برضو من النمزج اللي بنستخدمها في العلاج السلوكي وبتجيبنا يعني كاي كويسة جدا مع الفوبيا التقنيات بتاعة التعرض للمسير ومنع الاستجابة زي ايه حضرتك بتخفي من الكلب طب خايفة من الكلب واصل الكلب هيكلني طب تعال علشان نوريك ان الكلب مش هيكلك دي لها كذا تقنية اشهرهم حاجة اسمها سلب الحساسي ابدأ مثلا انا حطلك صورة كلب عندك في القدس غنون كده بعد شوية جروح تجايبلك تعالى تسجيل صوت كلب بيهوه بعد شوية حطتلك قفص وفيه كلب مقفول بعد شوية خليناك تبدأ تحطي تحسسي ايه بيدك على الكلب بعد شوية بقى ناخد الكلب ونخرج اسمها سلب الحساسي بنبدأ من حاجة ليلة لحاجة كبيرة زي برضو اللي بيخاف من مواجهة الناس نبدأ نقول له حطلنا ايه اللي مخوفك من مواجهة الناس من الابسط للقاعد اه ونبدأ نعيش بقى معاه من الحاجة ليلة لحاجة من على الاعلى درجة من الحاجة اللي مخوفاه من مواجهة الناس برضو من الحاجة اللي بيستخدمها في علاج السلوكي يعني بيحاول ان انا افوكس على المسير اللي بيعملنه مشكلة طبعا العلاج السلوكي في الحتة بتاعت الفوبيا دي رائع برضو ممكن نستخدم وان كانت معدرش بتستخدم تقنيات الغمر اللي حضرتك كنت لك تسمعنا لها زمان لك ده بيخاف مش عارف من المياه من المياه خضر مياه في الترع طب هو ده صح ما احنا معداش بالاستخدمها با احنا فدي مشكلة ما بقى راشعهم يعني معداش بالاستخدمها زي الاول اللي ممكن بتجيب نتائج بس بتبقى برضو محتاجة معالج مدرب قوي مظروف معين بالضبط لكن يعني معدنا بنشوف النسال بالحساسية والتمرير الاسترخاء افضل كتير من الموضوع يعني جلسات فعلا بتجيب نتيجة مع شخص اللي عنده فوبيا وبيقلل ده برنامج ده برنامج بيبقى متفقين فيه ان انا كمعالج وحضرتك كعميل بيننا وبين بعض رحلة علاجية الرحلة العلاجية دي انا علي فيها 1-2-3 وحضرتك عليك فيها 1-2-3 ده شراكة بيننا واول 1-2-3 بالنسبة للمريض ان انا اروح للمختص يعني ما اخدش بعضي كده واعمل كلاني اخد دوة فانا اخدت زيه احنا اتفقنا مش قلنا اضطراب يبقى فيه معالج تمام طيب انا دلوقتي شخصية غير مؤهلة انا مش طبيبة وعندي شخص في البيت عنده فوبيا او انا حسيت ان هو عنده خوف من نوعية ما من الاشياء جايز مش قادر احددها هيئي بس انا عارف ان هو بيخاف من حاجة معينة انا دوري كشخص غير مؤهل ولقيت شخص بالمنظر ده اتصرف ازاي ده سؤال مهم الحاجة الشخص اللي عندك اللي عنده فوبيا ده محتاج دعم ومسندة دعم ومسندة اه ازاي دعم ومسندة بمعنى مبدئيا ما تقولوش انت وحش ما تستعرش وتتريق عليه يخواف لا ولا مع الطفل حتى بالزبط ما تعملش فوكس على المشكلة دي بالشكل ده على الحاجة اللي بيخاف منها اه حسسوا ان انت انا متقبلك وليه دايما ننصح بيها اباء مع ابنائه بالزبط يعني فيه اب يجي لك ايه ده الوعد عندي ما يفتحش بقه قدامي وليه دي مصيبة اللي هو انت فرحان بابنك ان هو يش عارف طبعا ده انت مش المفروض تبقى بتفتخر ان ابنك ما بيفتحش بقه قدامي ده من نظرة عين ده مش معناه ان انا برضه عايز ابنك يعني يبسك في خنائه لكن ده رأس ده اقول ابنك لازم يعبر عن نفسك ولو هو ما عبرش ابعت هاته بقى علشان يعبر ما لك واخبرك ايه شايفك كده ساكت اليمندول فابدأ دعم الابن ده ما تبقاش فرحان او بسكوته لان انا قلت بقى من شوية ده ممكن سكوته ده وانه مش عارف يعبر عن نفسه يبقى بوابة خلفية ان يروح يطعاطى مادة علشان يبقى شجع شوي بلو حاس ان انا ضعيف فانت كده سنت وما عملتش فوكس على المشكلة وما تريقتش عليه وحسسته بضقالة نفسه ان هو وعنده مشكلة الحاجة التانية تدور له على دكتور يعلجه اسأل ده كثرة اللي بتشتعل في الموضوع ده فيه وإيه وإزاي وليه وخده وديه علشان يتعالج بالضبط رقم ثلاثة بقى وديه مهمة اوي ما تحولش تديله النصايخ العامة يعني ايه النصايخ العامة يعني تلاقي واحد يقول له اجمد انت لازم يبقى عندك عزيمة اه انت اقوى من الخوف اللي جواء لا ده انيل واده السبيل اللي انت عملت ده بيجيب نتيجة عكسية طبعا منت حسسته انه مقصر ده نقليل دهنا مش قادر اواجه دهنا ضعيف يعني بدل ما انا خايف من حاجة دهنا خايف وضعيف دهنا خايف من حاجة وانا كمان مش قادر اواجهها دهنا قليل دهنا مليش لازمة فانت اخدته في سنجة تانية خالص بجانب الفوبيا اللي عنده بقى فضلة الفوبيا زي ما هي ما تغيرتش لأ وضفنا لها كمان احساسه بالنقليل بان هو قليل طبعا مش قادر اواجه دهنا ضعيف ووحش يبقى واحد اتنين تلاتة العلاج بتاع مريد الفوبيا باختصار شديد هاد يقولهن كده اتصرف ازاي معالج طالما قلنا فيه مشكلة هيروح لمعالج هيبقى فيه علاج دوائي يتناسب مع حالته الطبية والاكلينيكية تمام هيبقى فيه جلسات علاج نفسي اشهرها جلسات العلاج السلوك المعرفي تمام هيبقى فيه دعم ومساندة اسرية ان احنا ما بنقللش من شأنه ان احنا ما بنقولش ونتريق عليه ما بنعملش فوكس اوي على المشكلة بتاعته دي تعالى اللي بتخاف من كذا وفي نفس الوقت النصايح بتاعتنا بتبقى فيش هيئة على هيئة التقبل مش على هيئة ان احنا عمانين نقولك اجمد يا عم طب ما انا الناس كلها بتخاف ده سنة شوف انا بواجه ازاي اه يعني ما ورلوش حتى نموذج تاني لانه ممكن يكون نموذج تاني ده حاجة خطأ يعني انا مش هاينفع ان انا قدل ما يكونش وصل لانه يقوله على التراب ما احنا قلنا الخوف موجود عند الناس التاني قادر يواجه وده لا طبعا الخوف موجود كل الناس جواها خوف لكن احنا بنقول الخوف بتاعنا اللي وصل لدرجة انه بنسميه اتراب الفوبيا الخوف اللي بقى ازياد من حده فخلاك تتجنبي وعملك اعاقة في حياتي اعاقة في حياتي مش قادر يعيش حياتي طبعا انا سعيدة جدا باللقائي مع حضرتك دكتور محمد ويعني ببقى مصوطة جدا بعلم حضرتك والمعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا وطبعا بتوعدنا طبعا بقى مرات ومرات في نهاية فقرتنا احنا بنقول ان الفوبيا او الخوف زي وزي اي مرض يمكن جسدي او نفسي له علاج روح للمختص هو اللي هيقدر يفيدك ما تسمعش كلام حد من برا لان هو اكيد مش هيبقى قادر بحالتك حاول بقدر الامكان انك انت تساعد نفسك والمحيطين بيك كمان يساعدوك علشان توصل بنفسك لبر الامان والسلامة في نهاية الفقرة انا بشكر الدكتور محمد المليج نورتنا يا دكتور تعالوا بنا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نشوف اخرتنا للطبعين